أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أما السؤال الأول في هذه الصبيحة يقول صاحبه أسرة تسحرت بعد الأذان الثاني حتى أقيمت الصلاة ثم أمسك عن الأكل علما بأنهم سمعوا صوت المؤذن الثاني فما صحة صيامهم هؤلاء صيامهم غير صحيح إذا كانوا ظلوا يأكلون ويشربون إلى أن أقيمت الصلاة فصيامهم غير صحيح لأنهم يأكلون ويشربون في النهار وقد سمعوا المؤذن وكان الواجب عليهم أن يمسكوا وأن يصوموا لكنهم لم يفعلوا بل استمروا يأكلون ويشربون حتى أقيمت الصلاة هؤلاء لا يصحوا صومهم فعليهم أن يمسكوا هذا اليوم ويقضوا بدله من أيام وخر ترجمة نانسي قنقر